المزيد معي الآن من لندن زميلي عصام أكرماوي مراسل بي بي سي عصام مرحبا بك لو تطلعني على أبرز ما جاء في تقرير لجنة الأمن والاستخبارات وكل اللغة حول توقيت خروج هذا التقرير إلى الضوء فيما كان يفترض أن يعلن قبل أشهر بالنسبة للنقطة الأخيرة تعني التوقيت السبب الذي قالته الحكومة هو مسألة فيروس كورونا والتأخير حدث بسبب الانشغال في هذه القضية وتأخير اللجنة في عملها لكن الأهم من هذا التقرير الذي نشره اليوم كان بدلا من التقرير كان يبحث فيما إذا كانت روسيا متورطة أو تدخلت في الشؤون الداخلية البريطانية من خلال نشر معلومات مضللة أو اختراق النظم الإلكترونية وغيرها والتأثير في أي عملية انتخابية لكن التقرير لم يجب على أي من هذه التساؤلات بشكل حاسم بل ذهب في اتجاه آخر إذ صب اللوم على الحكومة وأجهزة الأمن في بريطانيا لفشلها في التعاطي مع هذه المسألة وكان هناك لهجة حادة في هذا الموضوع من أن الحكومة غضت الطرف عن هذا التدخل أو هذه التقارير عن التدخل روسي مزعوم وأنها لم تتعامل معه بالشكل الجيد وأيضا أجهزة الأمن التي لم تستطع أن تتعامل مع هذا التهديد بشكل واضح لأن هناك أدة أجهزة ولا يوجد جهاز واحد مكلف بمثل هذه الأمور إذن الحكومة البريطانية ستشعر بالكثير من الحرج من نشر هذا التقرير الذي يظهرها هو كأنها عاجزة ومترددة في التعامل مع هذا الأمر البالغ الخطورة ساميلي عصام أكرموي مراسل بي بي سي في لندن شكرا جزيلا لك